وإذن للحديث عن هذا الفيديو ينضم إلينا صاحب الفيديو علاء الدين مريوش صباح الخير علاء الدين السلام عليكم شكراً على الاستضافة إذن بداية من هو علاء الدين مريوش؟ علاء الدين مريوشي هو ممثل وصانع محتوى في نفس الوقت نعم إذن الفيديو الذي حقق صدى كبير أحكي لنا أكثر على الفيديو المحنة من نشوء الفكرة إلى غاية تنفيذها فيديو المحنة هو واحد من فيديوهاتي التي قدرتها خصيصاً في هذا الوقت لأن الجزائر يتعيش فيه محنة ونفوتوا فيها جميعاً لذلك بدأت بالماء ومن بعد راحة الأكسجين ومن بعد راحة للنر يعني أنا فضلت تكون في هذه البريودة لأن الجزائريين ران فيه وقت صعيب قاع الجزائريين ران فيه وقت صعيب وليزم قاع نكونوا يفيدوا وحدا وقاع لازموا صبروا في هذه المحنة لذلك وكملتها بجمال الله يحمو موت جمال الله يحمو خصيصاً كانت أثرت فيها بزاف أثرت فيها موت جمال هي اللي كانت 80% من اللي خلتني النظر ندير هذك الفيديو وحقق ناجحة كبيرة علها بسك روح الفريق وقوة الفريق اللي كانت عامل ولي وقاع في النجاح هذا الفيديو وكانوا قام التحدين لذلك قاع خدمه بعاطفة أنا نظر نقوله قاع خدمه بعاطفة وانا فضلت أن يكون صامت فضلت أن يكون صامت بأن الناس تشغل تشوف تركز على الإموشنز وخصيصاً الوجه بتمد رسالة بدون صوت نعم يعني دائماً نحكينا على الظروف التي تم فيها تحضير هذا الفيديو وكم يستغرق من الوقت صراحة الفيديو مستغرق مني بزاف وقت للكتابة ومستغرق شفان وقت للتورناش بزاف كان فيه تسع ساعات وخمس ساعات منتاج يعني تعاوننا عليه وكل واحد ودار الدور تعال الفيديو أنا نظن بهذا الفيديو كان تحفيز للشعب الجزائري بهم ما يفشلش بهم ما يعني نسي وقع نجوز وذلك ما نحن كيف كيف ومع ذلك كان فيه رسالات مشفرة يعني كل يفهموها كل يما فهموهاش تكون ضد الفتنة وتكون ضد المشاكل هذو منها منها سويت اللي كانت ترمز على الغيث الغيث اللي هو إماراتي على كل حال ونظرتها الغيث على أجل المطر والكلمة فهم بالقبائلية وعربي وتحول للشخصين هذوك كل واحد كيف تحول يعني من الشعب إلى الشعب يعني يعاون بعضاهم هذه هي كان فيها رسالة شوية مشفرة يعني كانت رسالة الهبة تضموني التي ميزت الفترة الحرائق أيضا فترة الحرائق بالنزقة التعاون يعني الشعب قادر يكون هو الطبيب وقدر يكون هو رجل حماية مدنية وكيف تعاونه مع بعض يعني درتك كلمة قبائلية وكلمة عربية على الجل ضد الفتنة اللي كانت صارية واشنال مشهد اللي كانت صعيب في تصوير؟ الشي اللي كانت صعيب سيكو كنا في بلاصة شوية مغلقة كنا في بلاصة يعني مظلمة ومغلقة ومكاش تهوية واللي كي بدارت لي فور بزاف يعني كنا كل واحد يريح واحد يروح على واحد كل خضروا كيفاش وانتو كا جازت وكانت أصعب أصعب مرحلة لي هي مرحلة النار يعني كيتور نينا جمال الله يرحموه كانت صعيبة بزاف ويعني كان فيها شوية عرب بنسبة لي يعني مماليش فاتت يعني رغم أنه فيديو صامت إلا أنه حقق صادة كبير كبير لماذا اخترتوا من يكون الفيديو صامت؟ فيديو اخترت أنها صامت قلت لك بها نعطي نعطي الفرصة للممثلين بيعطونا غال إموشنس بيعطونا الله يخدموا الفيديو بعاطفة يعني يتوشوا الجزائريين بدون صوت وهذا الشصرة نعم أيضا فيديو المحنة شاهدنا فيه مشهد يعبر عن صور التضامن وتعاون الكبيرين يعني بين الجزائريين والتي صنعتها المحنة التي عيشناها مؤخرا يعني يعني كيف مش سؤالتها مش سؤال قلت لك يعني شاهدنا مشاهد فيه مشهد يعبر عن الهبة التضامنية على الشعب الجزائري خلال المحن حكينا أكثر عن الله شوفي أنا أفضل نقول باللي المعركة راه بره يعني الفيديو كان أكثر تحفيزيا باللي سوف ننتصر هذه المحنة يعني اللي يحب يعاون واللي يحب الأخر راه بره يعني المعركة الكبيرة راه بره كان الناس خاصهم أكسجين كان الناس خاصهم الماء كان الناس خاصهم يطفوا النار كل واحد هو شخصه يعني قدرت اللي عليا كل واحد عنده المعركة وأفضلت تكون في السوشيال ميديا ما نرفع معناوية الجزائريين هل عندك يعني فيديوهات قيد التحضير في هذا السياق؟ فيديوهات يعني في الأزمات يعني بمقصود الأزمات لا منضمش يعني هذا الفيديو كان يعني مخصص لهذه الفترة فقط ومشكيش نحن ندير فيديوهات أكثر يعني عند الأزمات و... نعم، الآن ننتقل للحديث على صناعة المحتوى في الجزائر يعني اللي يعرف النمو كبير في سنوات الأخيرة إلا أنه عند البعض الهاجس الربحي تغلب على جودة جودة الأعمال أو الرسائل المقدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صراحة أنا واحد من الناس ما كانش عندي متابعين بزاف في منصات الإنستغرام وما كنتش يعني متوقع أنه يكون عندي متابعين بزاف رغم أني كنت نبذل جهد وكنت ندير يعني فيديوهات بجودة عالية كنتنتعب فيديوهات ولكن ما كانش عندي فيدباك كما نقوله حنا يوم الفيديو الأخير يعني ما دام دخلوا عندي وشافوا بلي هذا الشاب يعني يقدر يزيد أكثر وأكثر كيلي أبوناو وكيلي شافوه وراحوا معليش أنا مذابية أنه يضرب طلاب ويشوف شكاين ويزيد يشوف مرة الجيهة يشوف المحتوى بإذن الله نعم في عائك يعني ما الذي يجب فعله اليوم من أجل تطوير صناعة المحتوى في الجزائر؟ من أجل تطوير صناعة المحتوى في الجزائر لازم صناع المحتوى قاعد يتعاونه هذه أول حاجة لازم صناع المحتوى يتقبلوا يتقبلوا الأراء السيئة في التعليقات يعني أوكي تعليقات ديفوها تكون هماجية وديفوها تكون يعني غير نافعة ما يلازم يتقبلوهم ويحولها من الضرّة إلى المفيدة يعني هكذا تبلي يعني في رأيك يعني كيف نصنع اليوم محتوى نجاح؟ المحتوى المحتوى أنا أتبلي باللي ما يعتمدش بزاف على الجودة كي ما رام يظن بعض الناس بل يعتمد على الفكرة الايديا كيفش تكون الفكرة وكيفش تروح تطبقها على أرض الواقع نعم ظاهرة أخرى أيضا عرفت نمو كبير مؤخرا في الجزائر يعني هي ظاهرة المؤثرين والمؤثرات على مواقع الشبكة يعني ما رأيك في حول هذه الظاهرة؟ آآآ بأنك أنا صديقين يعني المحتوى إلى استطاعgie شعب جزائري. يعني شحمل واحد كان عنده كان خصو قراءة أكسجين. ملقاش شكون اللي يسمع له. من الانفليونسرز في هذه الفترة داروا داروا اللي عليهم وداروا كما نقولوا على جل الشعب جزائري. يعني وصلوا لرسالته أي واحد كان خصو أكسجين ووصلوا لرسالته أي إنسان كان مظهر في هذه الفترة. حتى في جمعة تبرعات. حتى في جمعة تبرعات. ويعني أنا يعني من عجبوني يعني عجبوني. داروا اللي يفورتحهم. نعم. داروا دورهم في المواقع. مواقع التواصل الاجتماعي. وفيما يخص دائما مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم أصبحت تعطي طاقة سلبية جراء ما جراء الأحداث الأخيرة يعني من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا لنقص الأكسجين. ارتفاع عدد الوفيات إلى الحرائق وإلى اغتيال الشاب جمال. يعني مثل هذه الفيديوهات يعني تبعث قصص من الأمل إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي. يعني وصلت المنشورات التحريضية وأخرى تحرض على العنف بالإضافة إلى المنشورات الهلع والخوف. دون أن ننصب برصة الإشاعات التي انتعشت في الفترة الأخيرة. أنا نظن إلى نبعث رسالة لكل واحد عنده هاتف نقاله إلى سمارت فون أنه يسيه كيفاش يبعث الأمل. لا بغا ما يكون عندك عدد متابعين كبير. لا بغا ما يكون عندك لا بغا ما يكون عندك يعني منبر بات تتلخر الناس. يعني ننصح بها يكون مفيد في هذه الجهة لأنه الشعب الجزائري تقريباً رحمه نهار مرة شاصرة. وماذا بيه أنه كل واحد عنده سمارت فون يستعمله بطريقة مفيدة وينصح الناس يبعث رسائل مفيدة يكومنتي بطريقة لائقة تفيد الأنفليونسور وتفيد المجتمع. نعم وفي ما يخص يعني ما أهمية الاستثمار في هذا المجال من أجل تقديم حلول جديدة وإبداعية لأنه اليوم ليس كل ما ينشر يحمل رسائل هادفة وتحفيزية. كما قلت لك في الأول لازم أول حاجة يبدأ بها الأنفليونسور ولا أي واحد بغا يدخل في سوشيال ميديا بغا يدخل في ميدان السوشيال ميديا لأنه بالنسبة لي هو ميدان آخر يعني مشكمة للميدان الخارجي لازم يكون عنده فكرة لازم يكون عنده طريق يدير طريق قال أنا اليوم رح ندير حملة رح نعاوم بها لصحاب الكونسور رح ندير حملة نعاوم بها لازم يكون مفيد يعني بدون نخلينا من الناس اللي رح يدير في الفيتنا والناس اللي رح يتنشر في التعليقات السلبية للمجتمع الجزائري هذا يعني موش 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 ملاح بباب العامية موش ملاح وفي ما يخص يعني رسائل وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت أكثر على الإنفصال الإجتماعي تقريبا هذا لما يدخل زعما في العlaقات ما بين خاصة في ظلم ما ينشر مؤخرا في ظلم ما ينشر مؤخرا أنا أتبليك كل واحده لازم يلعب دورتيعه يعني كل واحد يجب يكون فيMS في أي واحد في المجال، أوه في الموسيقى أوه في التمثيل أوه في السباح كل واحد يجب إلىت لأه click إبعث طاقة إيجابية للشهب الجزائري نعم وكان الحديث بداية العام عن إدراج المؤثرين في قائمة نشاطات التجارية وإخضاعهم لضرائب ما رأيك؟ أنا تبلي حاجة مليحة علىها بيكونوا أغريي بما يتلقوش عراقيل في الخدمة يعني ميروح يقولوا كي شوفوا يتوني في كاش بلاسة أو يشوفوا يتوني في ميدان غير مخصص للتصوير ميروح يقولوا على هارك الدير هنا وشك الدير هنا يا وشوي العمل تاك في هذا المكان بالعكس سيكون عنده هو فان طاقة إيجابية ورح يكون مرتاح في العمل تاعه وأممتهم رح يتفعل الضرائب تاعه يعني ما عندناش أي مشكل في هذا المجال وفيما يخص لبروجة فتور تاع علاء الدين خلي الانستغرام يتحدث يعني ما نشرح نقول شكاين شمكاش بماذا بي أنه يكون الخير من القدام شاء الله نعم سنعود لمواصلة النقاش ينضم إلينا الآن الأستاذ ردوان بالخيري أستاذ علوم الإعلام والاتصال بجامعة التفسار صباح الخير أستاذ صباح الخير أستاذ ميروح يعني أستاذ بداية فيما يخص الأخبار الكاذبة هل من تعريف باختصار لهذه الأخبار الكاذبة؟ السلام عليكم صباح الخير لكافة داقة من قناة النهار والمستمعين صباح الخير للضيف الكريم أشكر قناة النهار على هذا الاستضافة بداية خلينا نتكلم كأكاديمي يعني بغض النظر على نتكلم كمستخدم لهذه الوسائل بالنسبة للفيكزيونز أو الأخبار الكاذبة هذه ظهرت مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي أو مع ظهور خليني نظر منصات التواصل الاجتماعي لأنه سواء كان الفيسبوك أو التويتر أو الإنستغرام أو هي كلها منصات للتواصل الاجتماعي كغيرها من منصات التي استخدمت أو تستخدم أو لازالت تستخدم حاليا في هذه الغارة مع ظهور هذه المنصات ظهرت عندنا ما يعرف بالفيك نيوز أو الأخبار الكاذبة التي تنتشر هنا وهناك بمجرد أن تظهر للوهلة الأولى في هذه المنصات ولا نعلم مصدرها ولا نعلم من وضعها ولا نعلم لأنه بمجرد ظهورها تقوم العديد من الأفراد بيقوم المتلقي بمشاركتها وبنشرها كما قلونا ماكس البرتاج إلى غيرها هذه كلها تأدي إلى ظهور هذا الأخبار الكاذبة ومن أهم سمات الأخبار الكاذبة هو جهل مصدرها الأول الذي قام بنشرها عدا ما نعود مؤخرا أو نعود في الوراء كي نعرف من هو صاحبها الأول هذه تبقى عمل الجريمة أو شرطة الجريمة الإلكترونية الذي يقومون بهذا العمل أما بالنسبة لي أنا كمتلقي أو بالنسبة لي متلقي آخر لا يعلم من هو مصدر هذه الأخبار الكاذبة ولا يعلم من وضعها الأول ولذلك أنا دوما نقول أنه نعم نعم أستاذ بالخير يعني اليوم الناس أصبحت متعطشة للأخبار وأصبحت بنصات التواصل الاجتماعي يعني أول مصدر لهذه الأخبار يعني فما هي أخطار الفيك نيوز على المجتمع وعلى الدولة أيضا؟ نعم أنا قلتها في عديد المرات أنه الإعلام البديل أو الإعلام التقليدي الإعلام الكلاسيكي الذي نطلق عليه خاصة التقليدي كما ندرسه وكما نسميه هو الذي ترك المجال لهذه المنصات وأصبحت أنا أقول لك يعني أصبحت منصات التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك في المغرب العربي أو دول المغرب العربي الأكثر استخداماً هو منصة فيسبوك الذي أصبح يعد مصدراً المعلومة للمتلقية أصبحنا أي شخص منا يعني يفتح الفيسبوك مباشرةً يطلع على أهم الأخبار على أهم النشطات للحياة اليومية حتى للمواطن أصبح يقوم بنشر حياتي اليومية في هذه الوسائل بالنسبة لهذا الأخطار هذه الكاذبة أو أثيراتها السلبية حتى نقول على الكيانية تقدر أن أقول لك أن هذه الأخبار الكاذبة تستطيع أن تهدم أو تحطم مؤسسات بأكملها وكما تستطيع أن تهدم هيئات سيادية بأكملها إذا لم نرعي أو لم ننتبه إلى خطورتها وذلك من قلال تكثيف المعلومة الصادقة ووضعها في مكانها وتكثيف جهات رسمية تشرف على إدارة هذه المنصة كيفاش؟ نقول لك أن المنصة التواصل الاجتماعي وبالأخص الفيسبوك أنا أقولها يعني دي ما نقولها أن الفيسبوك والأكثر منصة استخدام في المغرب العربي خاصة في الجزائر بغض النظر على تويتر وعلى الانستغرام كل هائية منصات استخدم في دول الخليج بأكثر وجب على عديد المؤسسات في الجزائر الاندماج في هذه التكنولوجية واندماج في هذه المنصات واستخدامها الاستخدام الأمثل كيف ذلك؟ يجب تشكيل في كل مؤسسة خالية تقوم على هذه المنصات وعلى إدارتها لا يكفي شخص واحد يقوم بإشراف على صفحة في وزارة أو في مؤسسة لأنه لما تكون هناك خالية تشرف نحن نشوفها في عديد البلدان خاصة أنا ظرت ياسر وشفت أنه في بلدان العربية كثير تجد قسم أو خالية العلاقات العامة أو قسم الاتصال على علاقة العامة بالمؤسسة هذه هي وظيفة هذه المؤسسة لأنه الأخبار الكذبة بإمكانها أن تهدد كيان المؤسسة بإمكانها أن تقضي على مؤسسة وتحطمها بمجرد خروج شائعة صغيرة مثلا يقال مثلا تصدر شائعة أنه منتوج فلاني لمؤسسة فلانية قام بمثلا راحة ضحية ومثلا شخص ولا كذا بمجرد خروج وصدور تلك الشائعة أو تلك الخبر الكاذب سيحطم مورد مالي لمؤسسة وشفناها في العالم في عديد المؤسسات التي تحطمت بمجرد شائعة صغيرة بمجرد كلمة أو حتى صورة صغيرة تحطم كيان تلك المؤسسة لكل فما بالك أنت بالوزارة أو بمؤسسة سيادية في الدولة مثلا يعني هذا ليس في الأمر الهيئ نعم وفيما يخص الشائعة يعني كيف يمكن التمييز بين الشائعات والأخبار الحقيقية يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي نعم أنا قلت ونبقى نقولها ونبقى نوجهها وخاصة عبر هذا القناة عبر قناة النهار يعني نقولها للمتلقي وللشعب الجزائري ككل خاصة لا تشارك ولا تعلق ولا تكتب لحساب لا تعرفه مهما كان أنا شفتها وتبعتها مؤخرا خاصة في ظل الأحداث الأخيرة التي وقعت الجزائري كتبت عليها حتى ما نشور في صفحتي الخاصة الرسمية قلت باللي هناك حسابات وهمية حسابات وهمية انتشرت بكثيرا في الآمنة الأخيرة وأصبحت هذه الحسابات تقوم بنشر الفتنة وبنشر الكلام الذي مثلا ندخل قناة نهار ولا صفحة رسمية قناة نهار تجد مثلا تعليق سيء تعليق الأول لما يكون صيء المتلقي أو المتلقي الذي يتبعه أوتوماتيك مو ستكون تعليقات كلها التي وراها تبع نفس المغزى ولذلك ألاحظها لو ألاحظها يعني أن عديد الصفحات التي تقوم بالتعليق والحسابات تتعلق في عديد المؤسسات وعديد الأخبار نجدها غير رسمية ولا نعرف مصدرها ولما تروح تزور الصفحة وتحب تعرف من أين صفحة تجدها تنشط في دول أجنبية ولا تنشط في الجزائر وبالتالي رسوتي أنا نقول إذا حبينا نقضي على هذه الأخبار أول شيء يجب أن تتبع مصدر المعلومة قبل أن تشارك قبل أن تنشر الخبر وقبل أن تشارك لأنه بمجرد أنك وضعت إعجاب للمنشور بمجرد أن شاركت المنشور يعني أنت رأك موافق على هذا المنشور أنت رأك مؤيد لهذا الكلام أنت رأك مساند بهذا الكلام وبالتالي وجب متابعة الأخبار التي تنشر والتي تصدر قبل نشرها قبل مشاركتها وجب عليك كمتلقي أنا نتكلم على المتلقي لأن المتلقي عندنا نقولها في دراسات الإعلام نقول أنه لدينا متلقي سلبي ومتلقي نشط المتلقي السلبي هو الذي يقوم بتلقي المعلومة والاحتفاظ بها في نفسه المتلقي النشط هو الذي يقوم بتداول تلك المعلومة ونشرها وإعداد من أجلها يقوم بكتابة منشور من أجل تلك المعلومة إلى غيرها هذا المتلقي نشط يقوم بتداول تلك المعلومة وبدوره من خلال نقل هذه المعلومة قد يساهم في نشر تلك الشائعات قد يساهم في تعزيزها وقد تنتقل تخرج من محيط مثلا تكون خبر ولا تكون شائعة تنتشر في ولاية محلية مثلا تنتشر تخرج خارج جزائر ومن بعد تنتشر تخرج المغرب العربي ومن بعد تنتشر تخرج أوروبا ومن بعد تروح إلى غيرها وتنتشر بمجرد خروجها إلى عديد دول وتصبح تأخذ منحة آخر هذا بالنسبة للشائعات وانتشعرها نعم سنعود إليك أستاذ بالخير علاء الدين ما رأيك فيما يقوله الأستاذ نشكر الأستاذ على الرأي وتعليقات تاعه أنا أتباليك حامل الهاتف لتعليقة الفيك نيوز يعني كلها تعود إلى حامل الهاتف هذا حامل الهاتف يعني يشوف حاجة من باجا غير موثقة من باجا من حساب غير موثق ولا من غروبات ولا أي حاجة يروح يبرتاجها مع أصحابه يقولك أنه هذا الخبر صحيح وغير موثقة منه وكل شيء أنا أظن أنه وثانيا تعود إلى السوشيل ميديا مناجمنت سوشيل ميديا مناجمنت يعني في كل باجا في كل باجا تاعي نيوز لازم تروح تطلب التوثيق مع السوشيل ميديا بها تكون محمية بها تكون محمية وتكون أخبار تحوى محميين يعني كي يجي المشاهد يفتح صفحة مثلا النهار ويفتح صفحة الشروق يسيبها موثقة يعرف بلي هذه الصفحة هي الصفحة الرسمية نعم لذلك لا يجرى أنه يعطي خبر كاذب ويعني لكن بالرغم من هذا هناك أخبار كاذبات وانشار باستعمال صفحات رسمية للأشخاص على حساب الحامل الهاتف يعني إذا كان شخصيته ضعيفة ويشوف أنه أي نيوز هو صحيح هذاك شيء أنت كصناع محتوى يعني هل ترى أنه يجب اليوم تقنين وسائل استعمال وسائل تواصل اجتماعي أنا أظنك لازم على كل صفحة لازم على كل صفحة أنها تطلب توثيق هذه أول حاجة تطلب توثيق من المنصة المستخدمة على الفيسبوك والإنستغرام وتبقى صفحة رسمية ويطلب هذا فان على طبيعة الشخص أنا نركز ونقول على طبيعة الشخص يعني إذا كان الشخص سلبي وإذا كان الشخص يعني مول في بارتاجي الفيك نيوز صفحة موثقة أو صفحة أي حاجة يعني رح يبارتاجي سيستغل الأمر نعم إذن سنعود إليك أستاذ بالخير يعني مواقع التواصل الاجتماعي اليوم لم تعد وسيلة جديدة في المجتمع الجزائري يعني أصبحنا نعرف كل هذه التطبيقات فهل نستطيع القول أنه لا يوجد منشور باري هل هناك خلفزة وراء كل فيديو أو صورة يتم تنزيلها عبر مواقع التواصل نعم فقط نزيد نضيف لما قال الضيف الكريم ونجود على سؤالك فيما يخص المتلقي أو القائم نسموه صحفي المواطن أو القائم بالاتصال لأنه في وسائل الإعلام خاصة في المنصات هذه يسمى قائم بالاتصال لأنه يقوم باتصال عن طريق وسيلة معينة يتحكم فيه ضميره ودها لا يتحكم فيه أي شيء حتى نكون صارحين لماذا؟ لأنه أنت لما تحب تنشر خبر مثلا أنا وجدت خبر في مكان معين حبيت نشاركه في صفحتي ولا ننشره لماذا يقوم خاصة نشوفها في بعض ما هيش نسكل يعني ما هيش عند كافة يقوم بأخذ نسخة الرابط للمخبر ووضعه في حسابه لماذا؟ ذاتية أو ضميره يقوم بإعطائه حافظ أنه هذا حتى تكون أو تكون ذا مصدقية ويكون هذا الخبر عنده مصدقية لدى المتلقي ويكون يحب يقول للمتلقي هاو مصدر الخبر مانيش أنا اللي قلته مانيش أنا اللي اتكلمت عليه وبالتالي أن ما يتحكم في القائم بالاتصال في هذه المنصات هو ضميره وفقط لا يتحكم فيه أي شيء هذه الأولى الحاجة الثانية بالنسبة لي منصات أو ما قلت للأخت سميرة أنه انتشارها في الوقت الراهن ليكفي يعني أنا أقول لك مثلاً لا يكفي توثيق صفحة حتى نجاوب للزميل الكريم أنه لا يكفي توثيق صفحة ما يتوقف أو الشيء الذي يتوقف هو المتلقي ما ليش أراك وثقت صفحة مثلاً صفحة النهار رهي موثقة وراهي عندها الشالة الزرخاب اللي رهي موثقة وراهي تنشر أخبار صادقة لكن من يقوم في إعادة مشاركة هذا الخبر الذي يحمله من قناة النهار قادر يحمل صورة من قناة النهار ويقوم بفبركتها يقوم بإعادة قناة النهار تنشر صورة معينة فيها خبر معين يقوم بحفظ ذلك الخبر ويضع خبر من نفسه ويقوم بتدوله ويخرج المرة الأولى على أساس وشفناها عديد المرات ويبدأ وتبدأ بعد ملزمة ملزمة قناة النهار مثلاً أنها تبرر الرأي العام بالله هذا ما يتداول ليس من عندي لا ينسب لها لا يعطيك صح وبالتالي أنه توثيق الصفحة يعني لا يكفي الذي ننادي به ونقوله أنه المتلقي هو الذي يجب عليه تحر المعلومة الصادقة من خلال ماذا؟ قلتها أنه يجب أن لا يشارك وأن لا يقوم بالتعليق لماذا نقول ما يشاركش حتى ما يكونش مصدر لذلك الخبر من حساب لا يعرفه من خلال من خلال مستعار أنت تبرتج الشيء الذي وضعه هذه الأولى الحاجة الثانية لا تتعلق للحساب لا تعرفه ولا صفحة لا تعرفه لماذا؟ لأنه بمجرد أنك يتعلق في ذلك الصفحة وتضع لها الإعجاب التي تعلق فيها سيخرج تعليق عند الزملاء وعند الأصدقاء تاك وبالتالي سيشاهد الأصدقاء تاك لمنشور ويقوموا أيضا بالتعليق ليه ويقوموا بمشاركته إلى غيرها وتجد المهتمين بذلك منشور هذا اللي حبي نقول أيضا بالنسبة لأنا قلتها ورح نبقى نقولها أن وسائل الإعلام وسائل الإعلام التقريدية يجب أن تضع حد هذا تداول الأخبار المغلوطة لأنه تداول الأخبار المغلوطة سببه الرئيسي في شح المعلومة شح المعلومة في وسائل التقريدية ونشفناها أنا أقول لك أزمة كورونا هذه عرت عديد القطاعات ليس الإعلام فقط عرت عديد القطاعات لماذا؟ لأنه أصبح المواطن وأصبح المتلقي يجد وظالته في وسائل التواصل في منصات التواصل الاجتماعي وفي الفيسبوك خاصة يبحث عن مثلا عن إحسائية كورونا يجدها مثلا توضع تنشر على الرابعة يجدها على ثلاثة ونص في منصات التواصل الاجتماعي وبالتالي أصبحت بديل له في حقوقه أصبحت مصدر المعلومة ونقولها يعني حتى نكون معاك صريح أنه عديد مؤساء إعلام أصبحت تعتمد على منصات التواصل الاجتماعي كمصدر المعلومة لها ونحن ندرسوها الوسائل الإعلام والاعتماد للمواطن على فيسبوك مثلا كمنصة للتواصل الاجتماعي أو كمصدر الأخبار نعم إذن هل يمكن اليوم ضبط كل ما ينشر عبر مواقع التواصل نعم أنا أقول لك بإمكانها ضبطها كيف ذلك كيف ذلك أنا تكلمتها في الإذاعة من واحد الوقت وقلت دم المترشحين يجوزوا الباك ماذا تقوم لأنه لدينا مركز سيريس هو الذي يشرف على تدفق الانترنت وعلى المحتوى الذي يتواجه الانترنت على مستوى الجزائر المستوى والوطن لما نشوفها في الباكالوريا مثلا باكالوريا يبقى مع هذا اليوتيوب يعمل فقط جميع المنصات تتوقف نعم ألا يمكن يعني نعود لتجربة صينية وكوريا أيضا نعم أنا قلت شفت كأن دولة عربية حتى بها ما نسميش دولة عربية أنا زرتها شخصيا لا يعمل فيها جميع منصات التواصل ما يعمل فيها مع هذا سكايب فقط هذه أنا بحضوري وبزيارتي شخصية يعني وبالتالي بإمكان وحتى معلش نقول لك يعني نحب نتحكم فيها أكثر كل مؤسسة سيادية أو كل نفلتر نعمل نفلتر فقط أنه ننتقي ولا نوضع عدد الذين يقومون بالزيارة للصفحة من خلال مكان الجغرافي كان مثلا قناة نهار بإمكانها تفلتري للزيارات والتعليقات والمن يمكن أن يعلق في صفحتها ومن يمكن أن يضع إعجاب من كذا نحددها بمجال كل من هم متواجد بالحيات الجغرافي في الجزائر بإمكانه أن يعلق خارج الجزائر لا يمكنه وبالتالي رح نغلق عديد الأبواب على الصفحات الخارجية والحسابات التي تنشط خارج الجزائر أن يقوم بالتعليق أو أن يقوم بالكتابة أو أن يقوم بأي شيء على صفحة ما داما متواجد خارج الجزائر وأنا أقول لك حتى رسالتي حتى أوجهها أكثر أن الحسابات التي تنشط الفتنة حسابات التي تنشط أخبار الكاذبة والمغلوطة لا تتواجد في الجزائر لا تنشط نادرا نادرا وأنا شفتها أنه نادرا وإن نجدها من عندما الجزائر يقوم بإعادة وتداول أخبار لما يشوف بعض الصفحات الرسمية وضعتها بعض الصفحات التي يرى أنها موثوقة ويقوم بنشرها وقوم المصدرها الأول نجدها حسابات تنشط خارج الجزائر نعم سؤال أخير ربما أستاذ هل صار اليوم من الضروري أن تتدعم الجزائر بقوة إلكترونية لمحاربة الإشاعة في أنها أنا نقول لك نحن بحاجة إلى منظومة إلكترونية قائمة بذاتها مثل ما عندنا سنترد سيريس أو مركز البحث في الإعلام التقني الإعلام العلمي والتقني كما الآن وجب ضرورة وملحة وفق المتطلبات العصر أن تكون عندنا مركز الوطني لمحاربة الجريمة الإلكترونية يعني هذا تكون متشرف عليه أنا أقول لك نعم طرحت حتى لوحدة الوقت وش قلت مثلا توجه الوزارة الاتصال إلى كل جامعة مثلا أعطي لي بروفيسور في الأنفورماتيك كما نقول أستاذ تعليم عالي في الإعلام الآلي يقوم باختيار 48 أستاذ تعليم عالي وتجندهم في هذا المركز ويقوموا بإدارة هذا المركز وبتسييره والإشراف عليه وبالتالي رح تكون فلترة ورح تكون عندنا جودة في المعلومات المتدولة خاصة في الزهر أنا لما نجيب خبير والبروفيسور في الإعلام الآلي رح يقوم بفلترة ورح يبدأ يعطي زبدة منتوجه وزبدة العمل وزبدة خبرته في هذا المجال وبالتالي رح نتحكم في تداول وسيرورة المعلومة على مستوى الوطن خاصة لأنه حتى نقولها أكثر أن المعلومات التي تنشر رح ما تضرش مثلا الدولة فقط وما تضرش السلطة وما تضرش الشعب رح يقادر تضر الأجيال كما قادر تنشر المعلومة تحطم بها عديد الأسر إلى غيرها يعني لازمها لازمها منظومة ولازم الوقت هذا حال يعني لازمنا حالة لأنه ننسس هذا المركز لمراقبة وانتشار الجريمة الإلكترونية نعم ربما كلمة آخيرة أستاذ قبل الختام شكرا جزيلا لكم على هذا الاستضافة أولا يعني لرسالة ونبقى نقولها توخي الحذر وأخذ الحيطة من الحسابات المزيفة التي تنشر هنا وهناك ليس لها غرض ليس لها غرض واحد هو نشر الفتنة ونشر الانقسام داخل أفراد المجتمع الواحد وبالتالي نحن لنواجه هذا الانتشار الكاذب وجب علينا في المجتمع وكأفراد المجتمع كما قلت أسابقا لا تعلق لا تنشر بأي اسم مستعار وللأي اسم لا تعرف ولا صفحة لا تعرف مصدرها نعم شكرا لك أستاذ بالخير شكرا لك كل هذه التفاصيل كلمة خيرة على الدين على نوافق الأستاذ على الفلترة ونوافقه على كل شيء لأنه يعني وعنده اشترك في هذا الشيء لذلك لجمع الجهات التي تتحرك وتنشأ هذه القاعدة الأمنية الإلكترونية التي قادر تنقص بزف أزمات إلكترونية على المستعملين شكرا لك على تربية الدعوة إذن